كل اللي أنا قلته ده حاجة وقفة الرئيس النهاردة في إفطار الأسرة المصرية هتقولي الوقفة أنا بمعنى الوقفة أنا بساعة أقولك كل حاجة أولاً زي ما كنت دايماً أقولك كده أنا باخد بالي من شوات حاجات كده بتلفط نظري الرئيس واقف النهاردة لابس البدلة الأميس الزرار اللي فيها مفتوح ومن غير كرافات ليه؟ خد بالك الرئيس مش قاعد على الكرسي بتاعه الكرسي الرئاسي في الاجتماع مثلاً وبيتكلم مع حضرين الفطار لأنه هو اسمه كده فطار الأسرة الأسرة المصرية حلو فالرئيس يقف متباسطاً يقف في حالة من البساطة مفيش كرافاتة وبالتالي ما تبقاش المسألة رسمية أكتر وبالتأكيد فطار رسمي لكن الرئيس مش عايزه يبقى رسمي أكتر مما ينبغي الرئيس فتح أكتر من موضوعه حتى لا يكون الفطار رسمي أكتر مما ينبغي الرئيس سمح للحضور بالكلام وبالمناقشة إلى آخره حتى لا يكون الموضوع رسمي أكتر مما ينبغي وفتح باب المناقشة والاتفاق والاختلاف في الكلام علشان هو إيه؟ فطار أسرة وده بقى أهم حاجة فطار أسرة مصرية فطار الأسرة المصرية وبالتالي فإنه عدم ارتداء الكرافات وحديث الرئيس بشكل مرتجل كما هو واضح مش بنتكلم فيه أنه فيه أوراق أو أنه فيه شاشات يقرأ من عليها الرئيس يرتجل الكلام كما جارت العادة يتحدث من القلب فكان فطار الأسرة المصرية النهاردة ده هو حديث من قلب الرئيس وعقله إلى قلب المصريين أو قلب الأسرة المصرية وعقلها بطبيعة الحال دي أكتر حاجة لفتت نظري ما يرتديه الرئيس حديث الرئيس ابتساماته المتواصلة السماح بالمنأشة وعرض الأفكار والاتفاق فيها والاختلاف فيها حديث احنا عادينا على فطار دي طبيعة الأسرة المصرية وهذا ما يرسخه ويكرسه الرئيس يوما بعد يوم ولكم في هذا الافطار في هذا الصباح مثل شديد الوضوح اشتركوا في القناة